تقدر تقول انه تاريخ مصر طول عمره كده الناس في مصر طول الوقت مقسمين ثلاثة أسام نوعين نوع تحت السلطة ودول شعب رجالته بستاته باطفاله بعماله بفلاحينه بتجاره بكل الطواقف دول خضعين للسلطة النظام وبيطبع عليهم القانون في الصغيرة قبل كبيرة وفي نوع تاني فوق السلطة دول هما اللي بيعملوا القوين أصلا وهم اللي بيحزبوا الشعب بيها ودول القانون بيجي لحد عندهم ويعمل استوب يوقف في بقى نوع ثالث اللي هما المثقفين اللي بيتمسخروا على الشعب اللي بيشوفوا ان الشعب ده يعني جهلة شوية جهلة شوية مش عارف ايه شوية يعني يقولك يعني دول ما يستهلوش يعني دي ناس ما تستهلش انها يعني احترمهم كده يعني النوعين دول او التلات انواع دول هما اللي عايشين في مصر والكلام ده من زمان مش من دلوقتي الكلام ده تلاقيه من زمان قوي وتألفت فيه كتب كتير قوي زي كتاب اللي معنا دلوقتي اسمه انباء العصر يعني الاسد بانباء العصر وده ألفه واحد مواطن مصري كان من الشعب العادي في الاول بعد كده ربنا فتح عليه كان صرفي يعني بتاع عملة بيغير عملة وبعين بقى قاضي كان بيخطف في جامع الظاهر وبعين بعد كده تولى منصب القضاء اسمه علي ابن داود الجهر الصرفي ده عاصر اخر ايام الممليك السلطان قايد باقي وكتب الكتاب ده كتاب انباء العصر ده هو اللي كتب هذا الكتاب اللي انت شايفه ده قدامك لو قريت في الكتاب ده شوية ولفيت هتشوف العجب وهتشوف ازدواجية المعايير والقانون اللي بيفرق ما بين اخطاء الشعب العادي وجرائم السلطة والتابعين للسلطة الراجل ده ابن الصرفي بيحكي عن حادث يوم واحد بس كان الغلاء ضرب في مصر جدا ايام القايد باقي وكانت الدنيا غالية جدا اتقابد على ثلاث افراد بتهمة السرقة طفل صغير كان جعان وسرق من دكان عشان ياكل وراجل من عامة الشعب سرق عشان ياكل راجل تالت بقى سرق وده من رجال السلطة اسمه ابن الخليلي ده كان امين مخازن الامح واكتشفوا انه بيسرق المخازن من زمان وبيبيع على الحساب ومش مرة ولا اتنين ده بقالوا سنة على الوضع ده لكن ابن الخليلي ما كانش مجرد موظف عادي ده كان ابن واحد من علية القوم من النخبة فابوه اتوسط له فاطلق صراحه في نفس اليوم بينما الشخصين التانين الرجل العادي ده اللي سرق ده تقطعت ايده ليه يا ابن داود الجهر الصرافي قالك لانه دا سرق مرة وقطعوا ايده فسرق مرة تانية وقطعوا ايده تانية وسرق مرة تانية فاسموا ايده تالتة فشنقوم لكن انت ما خدتش بالك ان فيه طفل سرق اه اتقابد على طفل سرق من دكان واكل تخيل ان الطفل ده اتطبع ليه الحد واتقطعت ايده هتقول لي ايه المشكلة وقولك الطفل مش مكلف ده لدرجة ابن الجهري كاتب كده انه طفل غير مكلف يعني ايه مش مكلف يعني مش بالغ عاجق الراشد نطبع عليه الشريعة ده طفل ده مرفوع عنه القلم اصلا ده ربنا ما بيحزبوش انما السلطة اللي بتتمسح بالدين اللي عايزة ترضي الشعب وتعمل نفسها بتطبق القوانين تقطع ايد عيل بحكم الشرع غير مكلف وتفرج عن ابن الخليلي خلي بالك بقى القصة دي لها بقية انا هشرح لك بقيتها في الاخر بس يا رب افتكر في الدولة الصحية المفنجلة على اخطاء الشعب في زمن المليك هي هي الدولة اللي صهينت على جريم النخبة واعتبرته يعني ابن الخليلي الراجل الكبير امين المخازن راجل وغلط لكن العيل الغير مكلف تقطع يده ايها الاحرار العرب او غير العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو هو بالظبط اخطاء الشعب لا تغتفر اخطاء الشعب استهتار عدم شعور بالمسئولية اخطاء الشعب تضييع لجهود الدولة العظيمة اخطاء الشعب جريمة في عين القانون وكبيرة جدا في عين الدولة وفي عين الدين فظيعة اما جريم النظام فهي اشاعات مغرضة او تحريد من اشرار اعداء الوطن الخوانة امثلنا على اقصى تقدير الحكومة لما تغلط تبقى خطأ فردي بنفس المنطق ده تقدر تقرأ خبر عدة على الناس من عارضة عن تحويل عمال مترو رامسيس للتحقيق لمجرد انهم اخطأوا خطأ جسيم وقفوا يفطروا على بوابات المترو زي كده اهو النقل تحيل عامليني بمحطة رامسيس للتحقيق اثرى صورة تناولهم الطعام ببوابة المرور هم تلاتة مش اتنين بس انا معرفش ليه حولوا اتنين منهم التحقيق يمكن عشان التالك لو نعمل فيش تغل يمكن انما اتنين وقفين يفطروا فتم تحويلهم لان دي الحقيقة جريمة في حق المكنة او في حق المترو او في حق المرور الخبر استفاز ناس كتير جدا وعلقوا عليه بكسافة وخلوا وسائل اعلام دولية زي موقع الحور الامريكي ينشروا الناس في التعليقات قالوا لهم لو كان في مكان مخصص ما كانوش عملوا كده وفي اللي قال لهم وفاهم وقال لهم يعني اعتبروهم راحوا زنبيا نشوف كده جزء من التعليقات الناس على خبر الناس دي ما انتو يعني يتبنوا مصر على قفة الغلبان ومش بتقبضوا الا على الغلبان والله العظيم هنفضل متخلفين على طول مسكوا في العامل وسابوا البهوات الكبار اللي فاكرنا عايز بتقابوهم حسبي الله ونعم الوكيل طب لو في مكان عاملينه للأكل زي كافيتيريا للعمال ما كانش عمل كده لكن احنا في مصر مش عارف ايه عمل معاملة ما ايه ما انت عمل معاملة مش كويسة يعني انت لو عندك حيوان هتهتم بيه لكن يا صبري لكن بتكتبها غلط لكن في مصر العامل كأنه مش موجود ولو كان ولكن لو فيه تمام لكن التانية كويسة ايه ولو في الادارة اعتبروهم راحوا زنبيا ده ام يحيا اعتبروهم راحوا زنبيا منطق الدولة الصحية المفنجلة على اخطاء الشعب وفي نفس الوقت متنشة وعمية على جرائم النظام هتلاقيه في حاجات كتير قوي زي مثلا خد عندك جمارك القاهرة اللي كل يوم تنشر اخبار القبض على اللي بيعربوا صبون او زيت او حاجة مخالفة للقانون زي الخبر ده كده خبره هو ضبط راكب حاول تهريب زيوت ومستلزمات الشيش الالكترونية بمطار القاهرة شوف حاجة واقفين هم ما شاء الله وارينا الضبطية يا رئيس بقى ايوة كده شوف زبطنا الحاجات دي بص يا عما ما فيش تفاصيل تفاصيل ايه بس انت كفاية الصورة بس والصورة هم رجال الجمارك زبطوا الرجل العدو الوطن شايفت ده شايفت ده مواظب على الجم المواطن ده مواظب على الجم جامد قوي يعني بص اسد اسد عصور لكن هي الدولة الحقيقة اللي فتحت ابواب المطار لتهريب الاف الدولارات والدهب والسلاح والاثار من غير محد يكلم المجرمين دول كلمة بس لمجرد ان هم من السلطة او من معارف السلطة وبالعكس بدأ المتحسبهم بدأ اتداري عليهم وعلى فضحتهم مرة تقول لك احنا مناش دعوا بالطيارة دي طيارة لبنانية والمقبوض عليهم طقم الضيافة بس زي الخبر ده كده اهو خبر بيقول لك اول تعليق من الطياران المدني عن الطيارة الخاصة المحتاجة زب زنبيا قال لك ايه قال لك يا عم احنا مننا مالهم احنا مناش فيهم غير طقم الضيافة لكن هم والله العظيم ولا مصريين والطيارة دي ليست مصرية وانما تحمل رقم تسجيل لبناني ومرة تانية تقول لا الطيارة ما عددتش علينا اصلا زي ما الشروق ووكالة انباء الشرق الاوسط قال الطيارتين واحدة ترانزيت اهو الشروق نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط الطائرة الخاصة التي غادرت القهيرة الى زنبيا ليست مصرية وخضعت للتفتيش الطائرة قامت بالترانزيت داخل مطار القهيرة ووقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استفاقها هناك طائرة اخرى التي تم احتجازها من قبل السلطات الزنبية وهي لم تعبر الاجواء المصرية من الاساس يا راجل طب لما هي مش مصرية ولم تعبر اصلا مصر ليه بعتين وفد امني ليه محمد الباز يطلع يقولك ان الطيارة دي الزباط اللي فيها دول زباط سابقين يعني عالمعاش والدولة مش هتتدخل اسمع كده محمد الباز بيقول ايه ان الاسماء اللي موجودة كلهم اللي بيتم تدولها ده اذا كان صحيحا مسؤولين سابقين او كانوا موجودين بشكل يعني سابق سواء في الشرطة او في الجيش الناس مسؤولين وطلعوا اشتغلوا في شركة امن وراحين في موضوع او في صفقة طب هلنا الدولة الوقتي المسؤولين السابقين دول او اللي هم كانوا شغالين في الجيش او في الشرطة سابقين هل الدولة مسؤولة عنهم مش مسؤولة عنهم هل تتحمل ما يفعلوه بعد ما ينشو ما تتحملش هل الدولة تدخلت في الامر لم تتدخل في الامر يعني ده اعتراف منك ان دول زباط زي ما كل المواقع زي ما هيسم غنيم كتب وزي ما ناس كتيرة كتبت ده اعتراف صريح منك ان دول زباط زباط جيش في الشرطة حلوة قوي لما هي الدولة مش مسؤولة عنهم يا محمد يا باز ليه الدولة رايحة تبعث وفد أمني لزنبيا عشان تتفاوت بشأن الطائرة والمعتقلين ما ترد عليها باز لما هي الدولة مش مسؤولة عن زباط جيش أو شرطة سابقين كلام جميل جدا وكلام محترم دول زباط جيش وشرطة سابقين حلو جدا هل الدولة مسؤولة عنهم لا مش مسؤولة عنهم أول مرة تفع مع محمد الباز لكن هو السؤال لما الدولة مش مسؤولة عنهم ليه الدولة بعت وفد أمني وفد مخابراتي لزنبيا عشان تتفاوت عليهم زي ما الخبر ده بيقول يا باز أهو وفد أمني مصري في زنبيا للتفاوت بشأن الطائرة والمعتقلين إيه يا محمد مش الدولة ملهاش دعوة مش دول زباط سابقين مناش دعو بيهم ليه يا محمد وفي السياق علمة العربي جديد أن وفدا أمنيا مصريا يزور العاصمة الزنبية لوساكا منذ مساء الخميس من أجل التفاوت بشأن إطلاق صراحي المصريين المحتجزين في لوساكا العاصمة الزنبية وكذا الإفراج عن الطائرة قال له لما الطائرة مش مصرية يا جماعة ما تولع الطائرة ولما المحتجزين دول ناس سابقين زي ما قال مولانا محمد الباز ليه الدولة رايحة بعت وفد أمني وكلمة وفد أمني هنا مش معناها وفد من الداخلية ده وفد مخابرات الدولة ليه بعت وفد مخابرات يتفاوت بشأن الإفراج عن المعتقلين وعن الطائرة لما احنا ملناش دعوة ده كذب يا محمد يا باز قبل ما تطلع تكذب وتضحك عن الناس توخد دقة واستنى يومين هل الدولة مسؤولة والنبي سمعني الباز تاني قال إيه كده اسمع محمد الباز قال إيه عن الطائرة أولا أثبت أنه دول زباط سابقين جيش وشرطة اسمع إنه الأسماء اللي موجودة كلهم اللي بيتم تدولها ده إذا كان صحيحا مسؤولين سابقين أو كانوا موجودين بشكل يعني سابق سواء في الشرطة أو في الجيش الناس مسؤولين وطلعوا اشتغلوا في شركة أمن وراحين في موضوع أو في صفقة طب هل أنا الدولة الوقتي المسؤولين السابقين دول أو اللي هما كانوا شغالين في الجيش أو في الشرطة سابقين هل الدولة مسؤولة عنهم مش مسؤولة عنهم هل تتحمل ما يفعلوه بعد ما ينشو ما تتحملش بس أما ليه الدولة بعت وفد أمني مخابراتي عشان يتفاوض بشأن الطيارة والإفراج على المعتقلين وعلى فكرة محمد أوعى تنكر لأن الموضوع بقى معلن جدا القاسي وداني عارف إن في وفد من المخابرات المصرية وصل إلى العاصمة لوساكا للتفاوض مع السلطات الزنبية اللي إفراج على المعتقلين وكل ده عشان يداروا على المعتقل رقم 6 الاسم رقم 6 اللي حتى الآن محدش عارف ومين رغم الهبد والخبط والتشليح إنما محدش عارف مين رقم 6 ده ليه الدولة بعت وفد أمني وفد مخابراتي يتفاوض مع العاصمة الزنبية ويقول لهم معلشي طلعوا لنا الناس وطلعوا الطيارة إذا كان إحنا ملناش علاقة بالطيارة زي ما قالت وكاة أم بقى الشرق الأوسط وجالت الشروق وإذا كان دول ضباط سابقين زي ما بيقول محمد الباز هل لما بيتمسك مصري في أي حتة في إيطاليا أو في فرنسا الدولة بتتدخل وبتبعت وفد أمني عشان تفرج عنه ما حصلش ده في مصريين بيتقتلوا برة الدولة ملاجدة عميهم أصلا ده في مصريين بيتسجنوا برة وبياخدوا أحكام سواء في دول الخليج أو في أوروبا والدولة ملاجدة عميهم خالص ولا حتى بتبعت محامي مش وفد أمني دولة بتجدب بتجدب زي ما بتتنفس بالظبط بتجدب لمجرد الدفاع عن جريمة حد من السلطة حد من النخبة واللي ما ينفعش حد يشاور عليهم ويحزبوا بس احنا هنا في مصر النهاردة بنواصل الكشف المتابعة وبنشاور على الكدبين دول اللي دايما بيداروا على جريم النظام ويتشطروا بس على الناس الغلابة احنا رصدنا كل كتبهم في الجرافق الجيدة بتاعة طيارة علي بابا اتفضل يا حضرات اهو من أول ما الطيارة مسكت يوم خمسة وقمستاشر أغسطس قال لك المصر اليوم تنشر خبر احتجاز طائرة مصرية وحزفت الخبر يوم 16 اتحاد قبائل سينة قال لك الطيارة دي خاصة غير مصرية وهي مخصصة للشحن الدولي والحديث عن تورط مسؤولين او رجال اعمال غير صحيح يوم 16 اغسطس عين مصر قالت لك مصادر بالطيران المدني قالت دي طيارة لبنانية ونزلت بالقاهرة ترانزيت والمصرين مقبود عليهم دول طقم البيافة يوم 17 اغسطس وكالة انباء الشرق الاوسط قالت كان فيه طيارتين طيارة نزلت عندنا ترانزيت وتفتشت انما الطيارة اللي ممسوكة في زنبيا ما عدتش على مصر اصد يوم 19 اغسطس اتقابد على صحفي بصفحة ما تسدقش بعد كشف استخدام جهات سيادية للطائرة في اكتر من 150 رحلة من القاهرة وبالمناسبة احنا من اوائل الناس اللي نشروا هنا نشرنا هنا خط السير الطيارة من عد الاستاذ هيسم غنيم ومن صفحة ما تسدقش ومش بس كده ده احنا دخلنا على الهوى وجبنا خط السير الرحلة او خط السير رحلة رحلات الطيارة دي انا بس بقول لي ان في حد بعتلي قال لي انتو نشرتو نشرناها من زمان قوي طيب يوم 19 اغسطس محمد الباز بيقول لك الدولة غير مسؤولة عن ضباط سابقين كانوا على مطن الطائرة والدولة ما تدخلش يوم 20 اغسطس نشأة ديهي بيهاجم صفحات صحيح مصر وما تسدقش والاعلام المعارض بسبب كشف اسماء المغبوض عليهم من ضباط ورجال اعمال يوم 21 اغسطس وفد امني في زنبيا للتفاوض حول المصريين المحتجزين بس هو الخبر خلي بالك خلي بالك يوم 21 اغسطس اتنشر الخبر ده لكن الوفد الامني موجود في الوساكا في العاصمة الزنبية من يوم الخميس يعني من يوم ما اتنشر الخبر خلي بالك بس فيه فرق بين معاد نشر الخبر اللي هو المعلومة تعرفت والوقع نفسها الوقع دي يوم الخميس يعني اول ما الطيارة ابض عليها وطلع الراجل بتاع المخدرات الزنبي وقال ابضنا على طيارة وعمل مؤتمر صحفي وقال لك ادهب طلع ازدير من اليوم ده وصل وفد امني العاصمة لوساكة للتفاوض من اليوم ده لكن تم نشر المعلومة يوم واحدة وش نقص عايز نموذج تاني لفكرة اخطاء الشعب اللي بتبقى كبيرة وجرائم النظام اللي بتبقى صغيرة شوف معايا موضوع الكهرباء مثلا اللي البرلمان بيعتبر اي حد بيسرق طيار في ايام تخفيف الاحمال جريمة وجريمة مخلة بالشرف ادهب بالتزامن مع تخفيف الاحمال صرخت الكهرباء جريمة مخلة بالشرف والتصيحات اللي قالتها الكهرباء والحكومة والسيسي نفسه مش كد ومش جريمة مخلة بالشرف خلينا شوف الجراف ده تخبط الدولة في ازمة الكهرباء والكد بتاعها في الجراف ده ساعة تروح وساعة تيجي الكهرباء في مصر يوم 18 سبعة بداية قطع الكهرباء على مصر والجمهورية يوم 20 سبعة 24 يوليو موعد انتهاء تخفيف الاحمال ده اللي قال كده رئيس الوزراء طلع قال 24 يوليو هننهيك تخفيف الاحمال يوم 24 سبعة ازمة انقطاع الكهرباء في مصر ستنتهي خلال يومين ده اللي قال كده وزارة الكهرباء يوم 26 سبعة استمدار انقطاع الكهرباء ولم يحاكم مصطفى مدبول رئيس الوزارة وزارة الكهرباء قال في استمدار لحد منتصف اغسطس نفس اليوم طلع وكيل خط نواب قال لك مش لحد منتصف اغسطس ده لحد نهاية اغسطس يوم 26 سبعة برضو قال لك لم يتم تحديد موعد ده اللي قالت كده وزارة الكهرباء في نفس اليوم طلع مصطفى مدبولي اللي كان بيقول يوم 24 سبعة انتاد طلع قال لك لا ده احنا لحد منتصف سبتمبر يوم 31 سبعة طلعت وزارة الكهرباء الساعة 11 وتلت قالت انتاء خط التخفيف الاحمال اليوم ولا انقطاع الكهرباء في نفس اليوم الساعة 11 ونص لخمسة وقف خط تخفيف الاحمال مؤقتا اعتبارا من اليوم في يفس اليوم برضو الساعة 11 وتلت جداول انقطاع الكهرباء بالمحافظات لمدة ساعة يوميا ولم يحاكم احد مصطفى مدبولي على هذه التصريحات لم يحاسب احد وزارة الكهرباء على التصريح مصطفى مدبولي قال يعني يوم 27 قال بعد 4 ايام في شهر 7 يوم 24 7 خلاص الكهرباء تبقى طبيعية حدش حزبه فوضة الكهرباء مستمرة تنعطها الحد النهاردة هو نفسه طلع قال بعد كده انها هتستمر الحد في مواحدة 27 قال لك هتستمر الحد منتصف سبتمبر محدش حكمه كدب الدولة مش جريمة مش جريمة مخلة بالشرف لكن الناس المحترمة لما تقول الحقيقة تتحبس عشان تهمت نشر أخبار كاذبة ويتحبس فيها شباب بنات ورجالة زي محمد أكسجين وزي علاء عبد الفتاح اللي هم محبوسين تجديد حبس الناشط محمد أكسجين 45 يوم بتهمت نشر أخبار كاذبة قادي يتفضل مصر السجن خمس سنوات للمدون ومنشط على عبد الفتاح وأربع سنوات لاتنين بتهمت نشر أخبار كاذبة السجن خمستاشر عام لأ بفتوح مولايزة بتهمت نشر أخبار كاذبة حقوقيين ينتقل القبضة على ستينية مصرية تجديد حبس متمين خمسة بتهمت نشر أخبار كاذبة على سوشيال ميديا لا ده مش بس كده ده صفاء الكورياجي وهلا فاهمي وعشرات مسجونين بتهمت نشر أخبار كاذبة لكن لما مصطفى مدبولي يجدب محدش حزبه لما وزير الكهرباء يجدب محدش حزبه لما السيسي يجدب محدش حزبه لأن دول النظام دول فوق القانون إنما المواطن العادي تحت القانون لذلك هتلاقي ابن داود الجهر الصرفي ده ماهتمش بمين مافيش مؤرخ يهتم بأسماء الناس اللي اتحكمت على جريمة زي جريمة إنه سرق محدش حك قال لنا اسمه إيه الراجل اللي سرق ده الراجل اللي سرق ثلاث مرات اللي قال عنه ابن داود الجهري آخر أيام الممليك ما قال لناش اسمه إيه ها في الآخر المواطن عشرات الملايين من المواطنين اتقتلوا ظلما وغدرا وغيلا من النظام بسبب النظام ومافتكرش ومؤرخ فيهم إنه يذكر اسمهم إيه لأنه دول معاطنين دول ولا حاجة بل بالعكس دول يتطبق عليهم القانون ويتشتم ويتلعنوا ولما ياكلوا قدام محطة المترو يتحكموا ويتحاولوا التحقيق لكن لما رئيس الوزارة يطلع يجدب على مائة مليون ما يتحكمش ده غير كالوقتة الشغل واهدار مليار ونص مليار دولار في موضوع محطة الكهرباء بتاعة أسيوت دي مش جريبة مخلب الشرف لو مواطن في بنك سرق ربع جنيه أو جنيه هيروح السجن بتاهم اختلاص لكن لما يضيع مليار ونص دولار ما يتحكمش موضوع كهرباء أسيوت مثلا والحكاية ببساطة إن السيسي طلع وقال لك أهل الشر بيتكاتفوا علينا وراح قال لك احنا بنعمل حاجة جنب جدا اسمع كده ده كلام ده الراجل ده بقى بيقولك أهل الشر وبتاعة وعملت كهربة أسيوت بعدين النهاردة تنهار مبارح يعني أول مبارح مباردات المحطة وتغرق أهالي قريتين في أسيوت وتدمر حياتهم وتدمر مقابر موتاهم لدرجة إن النعوش بتاعة الموتة تجريفها المية غرب أسيوت زي الخبر ده كده أهو بعد انهيار حوت تبريد محطة كهرباء الأهالي يجمعون رفاة الموتة بعد أن جرفتها المياه غرب أسيوت اطلع بالصورة بس 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 وقف كده دي صورة النعوش بتاعة الموتة اللي جرفتها بعد انهيار المباردات في محطة الكهرباء اللي كان بيقولك عليها أهل الشر سدت حالة من الغضب بين أهالي قريتين مسرع وأولاد رائق في محافظة أسيوت بسبب تقاعص الأجهزة التنفيذية الممثلة في وزارتين الكهرباء والمحافظة في التعامل مع كارثة غرق مقابر القريتين بسبب انهيار أحد أحواض التبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوت والتسبب في انهيار المقابر وجرف المياه لرفات الموت خارج المقابر وقال أحد الأهالي أن الحادث وقع أمس السبت وتسبب شدة طيار المياه في انهيار المقابر وجرف الرفات خارجها وسقوط بعد توابيت موت الأغباط ورفات بعض موت المسلمين إلى أحد اترع المجاورة للمقابر دي المحطة نشوف كده فيديو للجريمة دي كده تفضل موسيقى موسيقى ده الحقيقة فيديو لمشهد جرف المياه المقابر في كمان فيديو معنا شكوى الأهالي دي من الضمار اللي حصل نشوفوا كده موسيقى من برعاة تنفجار مياه جاء من فوق خط الأمبيب هنا في درجة فقد خسار الناس خسرت منامات كثيرة وجسس كثيرة ضاعت في المياه وراحت للطرعة هنا في طرعة تحتنا في عرب الشريفة والقرية هي قرية صغيرة بس اتضررت برضو فيها ضرار كثيرة في البيوت والناس هنا السندق ماشت في المياه والمنامات واجعت والمياه در أخيتي جوه المنامات يعني عاجة كثيرة يعني المياه الحد در أخيتي في المنامات والسندق البهد لأتخالص والجسس حضرت في المياه زي ما انتشايف كده يعني السندق بازت خالص جوه في المياه ولا جين حد يسحل المياه ولا جين اي حي ولا اي امكانيات واجعت كلها زي ما انتشايفين كده كل جدار عشان بس نكتشف بعد كده ان السيسي هو السبب بلبساطة حد هيقول لي يا عم انت السيسي حتى في مقابر مسرع وبني رايج يا عم لا انا بقولك القصة كلها انه سبب في ده كروات التنفيذ لان السيسي طلب منهم يقللوا المدة يقللوا مدة تنفيذ محطة الكاربة وعشان تاخد الموضوع كده متفسص اقرأ البوست معايا ده كده بوست بيقولك ربنا يستر وما يكونش فيه ضحايا المحطة دي اتفتحت في 2016 وتكلفت مليار دولار يعني محطة مفروض تاخد وقتها في البناء لكن اتبنت في 6 شهر بس وتكلفت مليار دولار مين بقل اللهم يعملوا كده السيسي السيسي وبيفتتح محطة الكاربة بتكلفة مليار ونص دولار كان العقد يتتعمل في سنة ونص لكن السيسي طلب تقليل المدة اهو الخبر اهو المصر اليوم السيسي يفتتح محطة الكاربة سيسي بتكلفة واحد ونص مليار دولار اهو تعالى بقى اطلع بقى بالتفاصيل هو ده اللي قال لك اهل الشر مش عايزين يعملوا كده وما بيعملوش كده ومش عايزين نعمل كده يذكر نمحطة غرب احد اهم مشاريع توليد طاقة وتكلفة تصل مليار ونص لربطها بالشبكة والتي تعاد ونص العقد على رفع الكفاءة واضافة 750 في مدة روح ما بين 18 الى عام وكانت المدة الفعلية لتنفيذ المشروع ده تصل الى عام ونص العام لكن السيسي طالب بتخصيل المدة ده في المص اليوم فيش هبدة هو يعني محطة تكلفت مليار ونص المعندسين اللي بيفهموا قالوا له هي عايزة من سنة لسنة ونص عشان تتنفذ السيسي اللي لا لا ما عرفش الكلام ده انزل بالمدة فنزلت المدة بقت ست شهور النتيجة عند اكبر عند اول مأساة حقيقية انفجرت المبردات غرقت القرى اللي وراها ضعت الجسس لا السيسي تحاسب ولا هتحاسب لا في الكهرباء ولا في صوب الفيوم ولا في الصوب بتاعت محمد نجيب ولا في مدينة دمياط بتاعت الاساس اللي هو نفسه طلع اعترف ان احنا غلطنا بالاتهام بتأثير او بالعمالة او بالخيانة او بالتحريد على الدولة الى اخره بدون تهم احد المواطنين لم يتبقى الا المواطنين الشرفاء زي بيقول الدكتور محمد البرادي في التغريدة دي بيقول لو رصدنا عالمنا العربي لو رصدنا في عالمنا العربي عدد المتهمين بالعمالة والخيانة وازدراء الاديان والتحريد على الدولة والانضمام لجماعات إرهابية ونشر إشاعات كاذبة والإساءة للقيم والسوابة المجتمعية لو رصدنا عدد كل هؤلاء لن يبقى لدينا سواقلة من المواطنين الشرفاء قبل ما أقول لك الخلاصة أننا في عصر المواطنين الشرفاء ودي حقيقة اللي هم عايشين في كل زمن فإذا كنت أنت رئيس أو زابط أو قاضي أو إعلامي مقرب من النظام أو بلطجي أو منافق فأنت من المواطنين الشرفاء عليه من حقك تسرق وتنهب وتعمل كوارث ولا حد يحسبك بل بالعكس كلما الحقيقة اقترب جهلك وفسادك ونفاقك كلما اقتربت من السلطة أكتر وكلما ازداد علمك وجهدك وحبك الحقيقي الوطن كلما كان السجن أقرب لك خلينا أقول لك على حاجة مهمة أوي أنت لما بتقرأ تاريخ المماليك والمؤرخين اللي كتبوا عن المماليك زي ابن تاغر بردي مثلا وزي ابن الجهري الصيرف اللي احنا كلمنا عنه تصور أنهم بيلعنوا المواطن المواصري العادي طب تصور أنه قايد بايدة نفسه لما راح الريدانية اللي هي دلوقتي تقدر تقول إنها صحراء العباسية أو من مدينة نصر ودي كانت مشوار زمان أيام المماليك وهو داخل مصر من باب النصر وقفوا المواطنين على الجنبين يرموا عليه عملات الدهب ويهللوله ويدعوله بطول العمر أيوة لدرجة إن بعض المؤرخين شتموا الناس دي يا حضرات الشعب المصري طول تاريخه أو جزء كبير منه يعني طول تاريخه بيهلل الحاكم الظالم تعرف إن ابنتاغر بردي ده أو حتى ابنتجوه اللي تكلمنا عنه ده لما تكلم عن قطع إيد السارق اللي سرق تلقت مرات وفي آخر مرة تشنق لأنه سرق مرة قطعوا لقديه ومرة قطعوا لقديه ومرة قطعوا لقديه تلت مرة زبطوا بيسرق شنقوم والولد الصغير اللي زبطوا بيسرق من دكان اتطبع عليه الحد وتقطعت إيديه عايل غير مكلف الغريبة إن المؤرخ نفسه ابن الجهر الصرفي ده ما سألش نفسه هو المواطن اللي سرق مرتين ده كان غاوي سرق يعني ولا كان جعان ما سألش نفسه الغلاء مين السبب فيه ده حتى ما لمش قايد باي على إنه هو وصل الناس لكده ده ما دعاش على قايد باي بالعكس ده دعاله ما سألش نفسه لما عايل صغير غير مكلف بالشريعة ومرفوع عنه القلم حضرتك تطبق عليه الحد وتقطع إيديه ما لمش فيها المسؤولين عن الشرطة ولا لام فيها حتى رجال الدين زي خالد الجندي اللي بيتمسحه في الدين وبيتاجره فيه ولا لام السلطان قايد باي بل بالعكس ده ذكر الوضع عارضا كده وتم قطع يد صبي غير مكلف لأنه سرق من إحدى الحوانيت هم دول مؤرخين اللي طول عمرهم وقفين مع السلطان وهم دول المواطنين الشرفاء اللي قال عليهم اللي أستاذ البردعي اللي لما يشوف السلطان ماشي في الزفة يعملون زفة كبيرة جدا رغم أنه هو ده نفس السلطان اللي سرقهم ووكل حقوقهم يا رجل ده الرجل بالصرفي ده بيلعن المواطنين دول لأنهم عايشين عادي وبيصرفوا وبيتجوزوا وبيخلفوا ومش زعلنين على أن مرتبات كبار الموظفين اتقطعت تخيل الشعب ده بيتهان قد إيه ولا يتبقى منه سواء في زمن قيد باي أو في زمن العثمانيين أو في زمن أسرة محمد علي أو في زمن العسكر إلا المواطنين الشرفاء اللي أنت عارفهم اللي جان دي بتاعت السيسي أو الناس لحد لوقتي اللي بتعتبرنا احنا خونا بينما الخائن الأكبر لما بتشوفه بتدعيله بطول العمر صدقني هي هي من أيام الفرعنة مش أيام الممليك ترجمة نانسي قنقر